موسكو تصر على ضرورة فصل المعارضة عن ارهابي جبهة النصرى والخارجية الروسية تؤكد ان العمليات ضد ارهابي داعش والنصرى ستستمر سلاح الجو العربي السورية استهدف تجمعات الارهابيين بريف اللاذقية الشمالي والرهابي جيش الفتح في ريف ادلب الجنوبي وفي الواحدة شهداء وجرح جراء تفجير نرهابي عند اسفل جسر الجادرية وسط بغداد الواحدة بتوخد دمشق اهلا بكم الى نشرة الاخبار اكد وزير الخارجية الروسية سرقا لافروف ان المشاركين في اجتماع لوزان تقدموا بافكار جديرة بالاهتمام واتفقوا على مواصلة الاتصالات والخارجية الروسية تؤكد ان المشاركين في لوزان اكدوا التزامهم بالحفاظ على سوريا كدولة موحدة لم يخرج اجتماع لوزان بقرارات فاعلة رغم التصريحات الكثيرة التي تحدثت عن تقدم في الملفات الشائكة للازمة في سوريا وزير الخارجية الروسية سرقا لافروف قال في ختام الاجتماع هناك بعض الافكار التي نوقشت من مزراء خارجية الدول التي لها تأثير على الازمة في سوريا وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات خلال الايام القليلة القادمة املا بالتوصل الى اتفاقات من شأنها ان تسهم في تشجيع ايجاد حل لتسوية الازمة في سوريا وزارة الخارجية الروسية اصدرت بيانا يؤكد التزام كل المشاركين بالحفاظ على سوريا كدولة موحدة مستقلة علمانية يحدد السوريون انفسهم مستقبلها من خلال حوار سياسي يجمع كل الاطراف الخارجية الروسية اضافت ان موسكو داعت في اجتماع لوزان الى ضرورة عمل جميع اللاعبين على فصل المعارضة عن جبهة النصرى الارهابية مؤكدة ان العمليات ضد ارهابي داعش والنصرى مستمرة من جهته وصف وزير الخارجية الامريكي جون كيري في تصريحات مماثلة الاجتماع بانه اتسم بالصراحة وترح خلاله افكار جديدة اتم الاتفاق على مواصلة الجهود لاحياء اتفاق وقف الاعمال القتالية معلنا ان المباحثات المقبلة بشأن سوريا لبحث الخطوات اللاحقة ستعقد يوم الاثنين القادم في السياق ذاته كان الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بحث ونظره الصيني شين جينبينغ افاق تسوية الازمة في سوريا وموقف البلدين المشترك تجاه الارهاب وذلك على هامشي قمة بريكس المقررة في مدينة قوال هندية وقالت وكالة سبوتنيك الروسية عن المتحدث الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قوله للصحفيين ان الرئيسين الروسي والصيني تبادلاء الاراء حول الشأن السوري حيث اطلع الرئيس بوتين نظيره على تطورات الاحداث هناك مشيرا الى ان الجانبين اكد خلال المباحثات على تقارب المواقف بشأن ضرورة مكافحة الارهاب هذا وكان الرئيس الروسي اكد ورئيس الوزراء الهندي ايضا في وقت سابق اليوم ضرورة السئنة في الحوار السوري لحل الازمة في سوريا باقرب فرصة ومواصلة القتال ضد الارهاب دون اعتماد المعايير المسدوجة اكد مصدر عسكري ان وحدة المسلحة قضت على 29 ارهابيا واصابت اكثر من 37 اخرين بينهم متزاعم ميدني على محور المجبل البريج مساكن ابراهيم هنانو بحلب كما استهدف سلاح الجو العربي السوري تجمعات الارهابيين ودمر مقراتهم بريف اللاذقية الشمالي كما اوقع خسائر بالافراد والعتاد في صفوف ارهابي جيش الفتح في ريف ادلب الجنوبية وقال مصدر عسكري ان الطيران الحربي السوري وجه ضربات مكثفة على معسكرات وتجمعات لارهابي جيش الفتح في التمانعة وفي الناجية وحلوز بمنطقة جسر الشغور واكد المصدر ان الضربات دمرت مقرات وارتال وآليات للتنظيمات الارهابية وفي ريف دمشق بدت وحدة جيش التنظيمات الارهابية خسائر بالافراد والعتاد خلال استعادتها السيطرة على بلدة الدرخبية اضاءة على انجازات الجيش في الغوطة من خلال هذا التقرير بلدة الدرخبية بالغوطة الغربية بريف دمشق تحت سيطرة الجيش العربي السوري العملية العسكرية بدأت بتطويق المزارع المحيطة بالبلدة واطباق الخناق على الارهابيين مدرعات الجيش تقدمت وحققت خرقا في عنق دفاعات الارهابيين داخل البلدة وحدات المشات تعاملت مع القناصين المتحصنين في الابنية الحاكمة فيما دمر سلاح الجو مركز قيادة الارهابيين داخل البلدة حجم الدمار يدلل على عنف المعارك التي دارت داخل الاحياء السكنية الارهابيون خسروا اكثر من ثلاث عربات مدرعة ودبابتين بينما اعترفت صفحاتهم بمقتل العشرات منهم السواتر الترابية والخنادق الدفاعية كشفت سعي الارهابيين للتوسع في عمق الغوطة الغربية بريف دمشق وهو ما افشل على ايدي الجيش العربي السوري وانعكس الى مقدمة انجازات باتجاه مناطق جديدة استعادة الجيش العربي السوري للسيطرة على البلدة ومزارعها تفتح الطريق لاكمال الطوق الناري على منطقة خان الشيح اهم معاقل الارهابيين في الغوطة الغربية خمسة عشر كيلو مترا مربعا سيطر عليها الجيش تمهد للفصل بين معاقل الارهابيين في خان الشيح عن بلدة زاكيا العملية تهدف ايضا الى قطع طرق امداد الارهابيين عند الحدود الادارية بين درعا وريف دمشق كشف تقرير صحفي لموقع ذاك ناري الالكتروني البريطاني بعضا من اسليب التضليل الاعلامي الذي تقوم به وسائل الاعلام البريطانية لتلميع سورة التنظيمات الارهابية في السوريا وصلت الموقع الضوء على التغطية التي حصلت عليها حركة نور الدين الزنكي الارهابية من قبل القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني مطلع الشهر الجاري وقال الموقع انه في اكثر التقارير الغربية المغزية عالميا ظهر تقريرا عن سوريا مؤخرا يفيد بان القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني قامت بتقديم تغطية اعلامية ايجابية لقتلة الاطفال المعروفين ما حدى بها الى حذف التقرير عن شبكات التواصل الاجتماعي واليوتيوب بعد افتضاح امرها امام الرأي العام البريطاني في الواحدة بعد قليل مقتل عدد من جنود النظام السعودي ومرتزقته خلال اشتباكات مع الجيش اليمني في جيزان ونجران فوق الربى بين سهول رجالنا غار ونور من حماة ديارنا المجد كل المجد فوق جباههم حملوا على اكتابهم احلامنا هذه الزنود السمر تعرف دربها وتقول قد هزم المحالم حالنا ها قد اطل على الوجود فوارس نسج البطولة من مآثر عزنا اهلا بكم من جديد وزارة الداخلية الاسبانية تعترف بان مائة وتسعين ارهابيا من اسبانيا التحقوا بصفوف تنظيم داعش الارهابي في سوريا والعراق مائة وتسعون ارهابيا من اسبانيا يلتحقون بصفوف تنظيم داعش الارهابي في سوريا والعراق وزير الداخلية الاسباني خورخي فرناندز وفي مقابلة مع جمعية ومؤسسة ضحايا الارهاب كشف ان نحو 25% من هؤلاء الارهابيين قتلوا في سوريا والعراق وان 15% منهم عادوا الى بلادهم الوزير الاسباني اوضح ان قوات الامن الاسبانية تمكنت من القاء القبض على 154 ارهابيا منذ العام 2015 بعد رفع درجة التأهب ضد خطر شن وحدوث هجمات ارهابية في اسبانيا وكانت الشرطة الاسبانية اعتقلت الثلاثاء الماضي شخصين من اصل مغربي لارتباطهما بتنظيم داعش الارهابي ونشاطهما في الترويج له عبر شبكة الانترنت وتجنيد ارهابيين جدد الى صفوفه وتشجيعهم على تنفيذ هجمات ارهابية الدول الغربية عموما والاوروبية خصوصا تعيش هذه الايام حالة من الرعب والاستنفار خوفا من تعرضها لهجمات ارهابية تأتي كنتيجة طبيعية لارتداد الارهاب على داعمه بعد ان شاركت هذه الدول في دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الارهابية في سوريا وغيرها من دول المنطقة قال مصدر امنية عراقية ان تفجيرا ارهابيا وقع اسفل جسر الجادرية وسط بغداد صباح اليوم وذكر مصدر في قيادة عمليات بغداد ان القوات الامنية تصدت لارهابي او لارهابي انتحار ما ادى الى ارتقاء ستة شهداء وجرح الى ذلك تبنى تنظيم داعش الارهابي في بيان نشره على الانترنت التفجير الارهابي الانتحاري الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد واودى بحياة العشرات حتى في ايام محرم لم يسلم العراقيون من ارهاب تنظيم داعش سوق مزدحم اراد منه العراقيون تبضع حاجياتهم ليحوله الارهابيون الى مسرح للقتل والاجرام حيث لقي العشرات حطفهم فضلا عن المصابين نتيجة تفجير ارهابي سترة ناسفة في وسط بغداد وكعادته تنظيم داعش الارهابي سرعان ما تبنى التفجير الذي وقع وسط تجمع شعبي كبير اقيم داخل خيمة في بغداد وعلى صعيد متصل قالت مصادر في الشرطة العراقية ان المسلحين يعتقدوا انهم تابعون لتنظيم داعش الارهابي شنو هجومين شمالي بغداد استهدفا نقطة تفتيش للشرطة لتكون حصيلة الاشتباكات ثمانية من رجال الشرطة واحد عشر اصابة في الهجوم الذي وقع في جنوب مدينة تكريت اما التفجير الاخر فقد استهدف احد المدنيين المناهضين لهذا التنظيم المتطرف وبالتالي لقي العديد من افراد التنظيم الارهابي مصرعهم نتيجة الاشتباك الذي وقع بعد العملية الارهابية يذكر ان تنظيم داعش الارهابي كثف هجماته في المناطق العراقية هذا العام في الوقت الذي يخسر فيه اراضي امام القوات العراقية قوات الاحتلال تشنو حملة اعتقالات طالت العديد من المواطنين الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين والمساوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى المبارك حملة اعتقال مستمرة تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين الاعتقالات تتزامن مع مداهمة منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها القوات الاسرائيلية اعتقل 18 فلسطينيا خلال اقتحام عدد بلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين مصادر فلسطينية ذكرت عن سلطات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين من سباستيا قرب نابلس وسبع من بلدة بنان عيم شرقي الخليل في الضفة الغربية المحتلة كما اعتقلت ثلاثة قاصرين وشابين من بلدة سلوان قرب القدس وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال مطبعا في شرع السلام وصادرة الاجزة التي كانت داخلها في سياق متصل فرضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة وغز اعتبارا من منتصف الليلة الماضية وحتى فجر التلاثاء القادم بدعوة حلول العياد اليهودية المزعومة الى ذلك تصدى مقاومون فلسطينيون لاختحام قوات الاحتلال الصهيوني لبلدة قباطيا جنوب مدينة جنين حيث تعرضت القوات المختحمة لاطلاق النار عقب اعتدائها على هال البلدة مصادر مقدسية اكدت ان الاحتلال الصهيوني يوسع من نطاق انتهاكاتي بحق المسجد الاقصى المبارك حيث جدد مستوطنون اقتحامهم للمسجد الاقصى بدعم من شرطة الاحتلال بعد ان قامت بفتح باب المغربة امامهم والانتشار حوله لتأمين دخول المستوطنين الصهيون اعلن الجيش الامريكي ان عدة صواريخ اطلقت بتجاه ثلاث سفن حربية امريكية في البحر الاحمر دون ان تصيب اي منها وكان مصدر مسؤول في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي اليمني العام اكد في الثالث عشر من الشهر الجاري ان النظام سعودي ونتيجة لفشله الذريع في تحقيق اي من اهدافه العدوانية على اليمن لجأ الى استقدام عناصر من تنظيم داعش والقاعدة والارهابيتين العائدين من سوريا للقيم بمهاجمة السفن المتواجدة في المياه الاقليمية قبالة السواحل اليمنية وعرقلة الملاحة الدولية والثاق التهم بالجيش واللجان الشعبية مقتلوا عدد من جنود النظام السعودي ومرتزقته خلال اشتباكات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في جيزان ونجران قتل ستة من جنود النظام السعودي بالقرب من الحدود السعودية اليمنية بعد اشتباكات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في رد على الاعتداءات السعودية اليومية على الشعب اليمني اربعة من مرتزقة النظام السعودي قتلوا على ايد جيش واللجان الشعبية في تبة المحروق واخر تم قنصه في موقع الدخان بجيزان والاخير في موقع الطلعة بنجران على الخط نفسه الطيران السعودي وصل عدوانه على الشعب اليمني حيث شنث الاثغارات على مديرية السرواح بمحافظة مأرب شرق البلاد كما طالت غاراته العبائية على منطقة التحيطة في محافظة الحديدة ملحقا اضرارا بلغة بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في المقابل القوى الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية ردت على العضوان السعودي واستهدفت تجمعات جنودهم ومرتزقتهم في مركز حرس الحدود بالغاوية بالصاروخ الصرخة وحققت اصابات مباشرة في صفوفهم بعد رمي موقع المعنق والفريضة بعدد من قذائف المدفعية من جانب آخر اكد المواطنون والمثقفون في اليمن رفضهم لمحاولات الاحتلال والغزو الجديد الذي تتعرض له البلاد احتفال اليمنيين بذكرى تحرير عدن من الاستعمار البريطاني كان رسالة منهم الى الانظمة التي تريد اليوم اخضاع اليمن وعلى رأسها السعودية في الاحتفال الشعبي بالذكرى الثالثة والخمسين لتحرير عدن اكد المواطنون والمثقفون رفضهم لمحاولات الاحتلال والغزو الجديد التي تتعرض لها البلاد وتوعد الانظمة المشاركة في العدوان بمواجهة شديدة كتلك التي واجهتها الملكية البريطانية عمر الاحتلال لن يطول ولن يدوم وان غدا لناظره غريب وانكم ستجدون من يقاومكم ومن يرفع همم ابناء المحافظات الجنوبة بالذات الذين واقعين تحت الاحتلالات المختلفة بانواعها الاماراتي والسعودي والسوداني والجنجويدي والبلاكووتري والى اخرى اليمن يحتفل اليوم بالذكرى الثالثة والخمسين لثورة الرابع عشر من اكتوبر وهو يواجه العدوان ويواجه نفس الاستعمار وبمسمية جديدة وبالتالي نحن نقول لهؤلاء الجدد المستعملين الجدد ان الشعب اليمني كله على اهبث الاستعداد لمواجهتهم ولا يمكن ان يترك ذرة رمل واحدة لهؤلاء المستعملين الجدد لو فان الشعب اليمني كله عن بكرة ابيه رسائل صمود وتحدي وجهها اليمنيون في هذه الذكرى رغم شدة العدوان السعودي عليهم فالاحتفال بذكرى الثورات في ظل ما تشهده البلاد يعد موقفا متقدما من المقاومة التي يحرص هذا الشعب على اظهرها في كل الظروف والمناسبات نقول للعدوان يعتبر ان الشعب اليمني قوي وصامد ودحر اكبر مستعمر وايتحروا وايتحر غيره ونطلب من الشعب اليمني الالتفاف والصمود امام هم العدوان وفيما يحتفل اليمنيون بعمجاد اجدادهم تمكن الوفد الوطني المفاوض من الوصول الى صنعاء عبر طائرة عمانية بعد اكثر من شهرين على مكوثه في مسقط اثر رفض قوات التحالف الذي يقوده النظام السعودي السماح لطائرتهم بالاقلاع الى صنعاء سحر الاحتلال البريطاني من عدن في الرابع عشر من اكتوبر 1963 يؤكد اليمنيون في الذكرى الثالثة والخمسين رفضهم للمحاولات الجديدة التي تأتي هذه المرة عبر وجه النظام السعودي عبدالله يوسفي الاخبارية السورية صنعاء الى ذلك اكدت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن ان الشعب اليمني مهما تكالبت عليه قوى الشر سيظل صامدا وثابتا ومقاوما لانتزاع حقوقه في الحرية والكرامة والسيادة الوطنية وقالت القيادة القطرية في بيان اللهاب بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لثورة اكتوبر ان الشعب اليمني يستقبلوا هذه الذكرى في ظل عدوان همجي يجدر مآثر قوى الاستعمار والغطرسة التي تار ضد وجودها على ارضه المباركة والطاهرة ورأت القيادة ان اعتراف قوى العدوان بجريمة استهداف صالة العزاء في صنعاء بمثابة بشائر انتصار للشعب اليمني على قوى العدوان والهمجية وهو بداية النهاية لمخطط دول العدوان اكدت صحيفة اسرائيلية عمق العلاقة بين كيان الاحتلال الاسرائيلي والنظام السعودي في حين وثقت تسريبات ويكليكس الدفعات المالية التي قدمتها مشيخة قطر لعائلة كلينتون معطيات تضاف الى نشر تسريبات تؤكد محاولات مقربين من اردوان رشوة مسؤولين امريكيين لدعم سياسة النظام التركي التفاصيل في التقرير التالي كشفت صحيفة جيرسلين بوست الاسرائيلية عن عقد لقاءات سرية بين ممثلين عن النظام السعودي هو الكيان الاسرائيلي منذ بداية عام 2014 وتأكدها ان العلاقات عود لفترة ابعد من ذلك لا يضيف جديدا على ما بات معروفا تحالف سعودي اسرائيلي يستهدف الامة ويخدم المشروع الصهيونية ويسخر فيه نظام الرياض الذي يرعى ويدعم الارهاب كل طاقاته لهذا الهدف انظمة رعاية التنظيمات التكفيرية الادات التنفيذية في مشروع تدمير الامة تستخدم امكاناتها المالية الضخمة لتحقيق هذه الغاية جديد فضائح هذه السياسات ضاء عليه موقع ويكيليكس الذي نشر رسائل بريد الالكترونية تعهدت فيها مشيخة قطر بتقديم مليون دولار لمؤسسة عائلة هيلر كلينتن أثناء عملها وزيرة للخارجية وثيقة تضاف إلى ما سربه ويكيليكس حول اقرار كلينتن بتسليح النظام السعودي للتنظيمات الارهابية في سوريا وتأكيدها بأن النظامين السعودي والقطرية يمولان داعش وسائل أدوات واشنطن في المنطقة العربية من الانظمة الداعمة للارهاب للتقرب من المسؤولين الأمريكيين كثيرة وملتوية مجموعة ريدهاك نشرت رسائل إلكترونية أرسلها واستلمها صهر رئيس النظام التركي وزير الطاقة بيرات البيرق أكدت مساعي نظام أنقرة لرشوة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكية وشخصيات أخرى للدفاع عن سياسات أردوغان رسائل سبقتها تسريبات وثقت شراء صهر أردوغان عبر شركات يملكها للنفط الذي يسرقه داعش من سوريا والعراق لتسويقه عالميا افتتحت القمة الثامنة لمنظمة بريكس في جوا الهندية اليوم بالتقاط صور مشتركة لقادة بلدان المنظمة وكان قادة روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا أجروا اللقاء الأول السبت الماضي بشكل عشاء غير رسمي وتبدأ فعالية القمة بعد التصوير فورا حيث يجري القادة اجتماعا مغلقا ثم يلتقون بممثلي مجلس أعمال بريكس ثم يعقدون اجتماعا موسعا بمشاركة الوفود قبل توقيع الوثائق المشتركة المحى دونالد ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري الشهر المقبل إلى أن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون تستخدم مواد منشطة واقترح إخضاعها لفحوصات قبل المناظرة المقبلة ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن ترامب قوله نحن مثل الرياضيين يجب أن يخضع الرياضيون لفحص في إطار مكافحة المنشطات وأعتقد أنه علينا أن نفعل ذلك حتى قبل المناظرة وقبل أربعة أيام من المناظرة الثالثة والأخيرة التي سيحاول من خلالها ترامب تحسين موقعه في السباق إلى البيت الأبيض المحى إلى أن كلينتون لم تكن بحالة طبيعية خلال المواجهة الأخيرة بينهما قائلا لا أعرف ماذا يحدث لها ففي بداية المناظرة الأخيرة كانت نشيطة جدا وفي النهاية كانت بالكاد قادرة على الوصول إلى سيارتها أعلن بات مكروري حاكم ولاية نورث كارولينا الأمريكية أن عدد القتل الإعصار ماثيو ارتفع إلى 26 قتيلا بعد انتشار جثتين أخريتين مع انحسار بعض مياه الفيضان ونقلت وكالة رويترز عن مكروري قوله أن الجثتين وهما لرجل وامرأة ستخرجت من مركبتين غمرتهما المياه في مقاطعتين كيمبرلاند وواين وتسبب الإعصار ماثيو بمقتل أكثر من ثلاثين شخصا في الولايات المتحدة بعد هطول أمطار بلغ ارتفاعها أكثر من ثلاثين سنتمتر في مناطق دخول نورث كارولينا الأسبوع الماضي يشار إلى أن الإعصار أودى قبل وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحياة أكثر من تسعمائة شخص في هيئة الأسبوع الماضي كما تسبب بتشريد عشرات الألاف وتدمير منازل بشكل كامل وقطع مصادر المياه والقضاء على المحاصيل والمواشي إلى العمل موسكو تصر على ضرورة فصل المعارضة عن إرهابية جبهة النصرة والخارجية الروسية تؤكد أن العملية ضد إرهابي داعش والنصرة ستستمر موسيقى موسيقى وكان في الواحدة شهداء وجرح جراء تفجير إرهابي عند أسفل جسر الجادرية وسط بغداد موسيقى وصلنا إلى ختام الواحدة نلقاكم دائما على رأس الساعة موسيقى 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 اشتركوا في القناة